السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا اليوم توقعاتنا راح تكون ليوم الأحد اليوم يوم فيه كثير من الإيجابية أو الطاقة الإيجابية أغلب الأبراجة راح تستفيد من هذا الموضوع أغلبها يعني إن كان بالمرحلة الأولى أو إن كان بالمرحلة الثانية لأنه راح يكون موجود بالدلو ورح ينتقل لبرج الحوت بعدها فعشان هيك الاستفادة راح تكون مميزة بالنسبة للقمر طبعا من الآن ولغاية ساعات العصر يظل موجود في برج الدلو من ساعات العصر وما بعد بتوقيت جرنش طبعا رح ينتقل لبرج الحوت هو الآن موجود في منزلة سعد الأخبية وهي منزلة للحماية الضرر الضفر العقد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 21 دقيقة من صباح اليوم الأحد بتوقيت جرنش طبعا لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة يعني بمعنى آخر من الآن ولغاية ساعات العصر بما أن القمر موجود في برج الدلو منظل بحاجة ماسلة تغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية من كون ودودين أكثر مننشط اجتماعيا وبنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من إنه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة بدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا أو شراء أجهزة إلكترونية أو اهتمام بالتكنولوجيا بوجهة عام وتجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا في زوايا انتهى تعثيرها واليوم تقريبا نفس الزوايا اللي احنا ذكرناها في الأيام الماضية عنا طبعا اليوم أول زاوية هي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين عطارد وهاي زاوية طبعا تأثيرها لغاية يوم عشرين ثلاث بتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب تعذر علينا فهمه وبيزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية أو الاهتمام بالسيارات تحديدا وبأي وسائل نقل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الزهرة وبين زحل وهاي برضو تأثيراتها لغاية عشرين ثلاث مناسبة لاستقرار العلاقات العاطفية وبرضو بيضمن لك إخلاص محبوبك إذا كانت العلاقة بينكم ناجحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين بلوتو برضو هاي تأثيراتها لغاية يوم أربعة وعشرين ثلاث طبعا ذروتها يوم عشرين ثلاثة الساعة تمانية ووحد عشر دقيقة مساء هاي زاوية بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها كما بيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها هاي يعني بتعمل نوع من أنواع برضو الأمور اللي إلها علاقة بزيادة الاستثمارات بالفترة هاي وبتعمل نوع من أنواع التحولات أو التغييرات الإيجابية في حكومي ما أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية اللي بين الشمس وبين المريخ وهاي بتأثيراتها من يوم عشر ثلاثة يعلى يوم ثلاثة وعشرين ثلاثة يعني ما زالت مستمرة فهي سبب بالتوتر والعدوانية اللي موجودة بالجو الجريمة الأعمال العنيفة إجمالا بيتوجب علينا الحذر عند التعامل مع الآخرين لأنه أي كلمة غير محسوبة تأخذ على محمل مغاير وممكن تدخلنا في مواجهات إحنا بغنى عنها هاي الزاوية بتشير لفترة من التحدي والصراع والنشاط ممكن المواجه مقاومة أو منافسة أو عداء من طرف آخر سواء كان رئيسك، شريكك، عدوك، أهل بيتك، صديقك، أي عدو ممكن نشعر بالغضب أو الإحباط أو التعب ممكن نحتاج لإظهار شجاعتنا وإصرارنا ومثابارتنا عشان نقدر نحقق إنجازاتنا من المهم أنه نستخدم طاقتنا بشكل إيجابي وبناء أهم شيء أنه نتجنب العنف والمخاطر أو التسرع كما بنصح الجميع أنهم يحافظوا على هدوءهم وصبرهم وأنهم يستمعوا لغراء الآخرين بإنفتاح واحترام زي ما حكينا دولياً هاي الزاوية اللي إلها علاقة بالمواجهات والتحديات والملاسنات والتفجيرات والتهديدات وخصوصاً في البؤر الساخنة أو برضو بتعمل نوع من أنواع المظاهرات أو الاحتجاجات أو العنف وبتدل على إنه حكومة ما ممكن تتميل لممارسة سياسة قمعية لفرض نفوذها وسطوتها وبتدل كذلك على ازدياد أعمال العنف والعدوان وكذلك ضربات في قطاع الصناعة أو قطاع الصحة الطبيعة برضو إلها تأثيرات في هاي الزاوية ما زالت مستمرة بتعمل علامات استفهم يا إما زلازل يا حرائق يا انفجارات يا طقس متقلب لأبعد الحدود بين أمطار عنيفة أو برد قارس أو حاد جداً حار جداً بيكون أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع آخر يوم لتأثيراتها هي زاوية التربيع السلبية اللي بين المريخ وبين نبتون طبعاً يوم 19 ثلاثي آخر يوم لتأثيراتها هي السبب اللي خلتنا نشعر بالفترة الماضية بالتشتت وعدم التركيز وانخفاض الطاقة الشك، الخداع، الفضائح وبرضو ازدادت حالات التسمم الغدائي ممكن نتعامل مع بعض الأشخاص أو تعاملنا مع بعض الأشخاص ونكتشف لاحقاً إنهم بيكذبوا علينا وبعض الأشخاص بيشعروا بالدمب لما بيذكروا إنهم آذوا شخص في الماضي برضو ما زلنا منحذر الأشخاص اللي بيتناولوا الأدوية لأنهم ممكن يتناولوا أدوية بطريقة خاطئة أما دولياً فهي بتدل على اضطرابات سياسية في بلد ما بسبب ازدياد نفوذ الجيش أو ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية المتطرفة وممكن تشهد هذه الفترة بعض الحوادث الطبيعية كالفيضانات أو غرق بعض الصفن أو ناقلات البترول يعني أي إشيء العلاقة بالسوائل أو حرائق أو إضرابات في قطاع الصناع والصحة وبرضو بيكون من الصعب ملاحظة مصادر المشكلات أو مجابهة المخادعين بالنسبة للزاوية التي تريها وهي زاوية اقتران نقدر نحكي هي ممتزجة أكثر من إنها سلبية هي بين الشمس وبين نبتون ممتزجة يعني خليط بين السعادة والنحوزة وطبعا هاي الزاوية اليوم برضو آخر يوم لإلها خيالهم بعيد عن الواقع أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل فأول زاوية هي زاوية تزديس إيجابية بين عطارد وبين بلوتو اليوم ذروتها طبعا هي مستمرة بتأثيراتها لغاية يوم 23 طبعا اليوم ذروتها الساعة 3 و23 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج فهي بتزيد من حدة الذهن عنا اللي هي القدرة العقلية والحدث والنقد وبتمنحنا حبل العدالة والاهتمام بالأمور الغامضة وبتساعدنا في تنظيم أعمالنا وإنجاح مشاريعنا واتخاذ القرارات اللازمة أما بالنسبة للحدث اللي رح يصير بعد طبعا هاي الزاوية ونزلت حلقة موجودة على القناة الضروري إن كنت تسمعوها هي عن انتقال عطارد لبرج الحمل اللي رح ينتقل الساعة 47 و44 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج رح ينتقل من برج الحوت لبرج الحمل ورح يظل فيها لغاية الساعة 25 دقيقة من مساء يوم 34 أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون دروتها ساعة 10 و32 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج فبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر برضو بتدل على تحسن واضح على المستوى الحالي النفسية وخصوصا هاي إلنا وبرضو دوليا للجند ورجال الأمن والعمال في قطاع الصناعة وارتفاع معنوياتهم وبذلهم مجهود أكبر وبالتالي مردود أكثر ومن لاحظ أنه اليوم قليل جدا رح يكون عدد العمليات الجراحية بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ ساعة 10 و32 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج ورح يستمر حتى تمام ساعة 3 و11 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج لينتقل القمر ويستقر في برج الحوت يعني هاي الفترة اللي هي فترة خلو المسار فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراشي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 3 و11 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج خلاص القمر بيكون هيك انتقل واستقر في برج الحوت عشان هيك بنبلش من ساعات العصر تلعب الناحية الروحية دور بارز ومنشعر بالضياع وما مننجح بالتركيز على موضوع معين منتذمر ونكشف عن متاعبنا للغير منجد صعوبة باتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزو جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي تعتبر هاي الفترة فترة ممكن بعض الأشخاص يقعوا في حفائل الغرام بشكل مفاجئ ووسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى وشراء الزهور وقتنا آل التصوير أو أي شيء لعلاقة بالفن أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام الساعة خمسة وسبعة وعشرين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينتش يعني بتبلش تأثرتها من ساعات الظهر وما بعد أما الزواية اللي ما قبلها فهي طيلة النهار هاي زاوية بتخلينا نواجه مصاعب عرقيلة بتطلب منها إن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضود بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجو للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر بالنسبة لهاي الزاوية بتدل على استياء الرأي العام من وضعية الشيوخ أو المتقاعدين أو المرأة يعني العالم القروي ممكن يصير هذا الأمر بسبب تعسف رجال الأمن أو السلطات الأمنية وبرضو بهاي الزاوية بصير في تراجع في مرددات مؤسسات الدولة والصناعات الثقيلة والطرابات بتبلش من ساعات العصر لغاية ما بعد منتصف الليل في أمور البورصة والأسهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين الزهرة هاي نقيد للزاوية اللي ما قبلها لأنه هذه سلبية وهي إيجابية ولكن بتلعب على العواطف بشكل كبير هاي ذروتها رح تكون الساعة ثمانية وثلاثة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينج يعني تأثراتها من ساعات العصر برضو ولغاية فجر اليوم التالي هاي زاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم وبتدل على ميل الرأي العام لمواضيع اللي بتتعلق بالمواضيع الفنية والترفيه والتسلية النساء بينعموا بالاستقرار بصير في عندهم نوع من أنواع التوازن النفسي وبتشهد المؤسسات المالية مع أو يعني وكمان بعض الغطاعات الخاصة النسيج والتجميل رواج أكبر ومداخيل أكثر خلال هذا اليوم لحد الآن أنا ما حكيتش ولا لواحد يحط الشغلات اللي تحتها لايك وديسلايك وش عارف إيش وهدول الأشياء حرين حرين بتكون تحطوا حطوا بتكونش تحطوا اكتبوا لي في التعليقات إنه إحنا ما بدنا نحط وليش ما بتكون تحطوا واللي بديش سب علي سب علي عادي مارحبط يعني هيك إشي بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح عنا منها شو من الآن لغاية ساعات الصباح ما انت حكيت بيا سعيد بدو ينتقل القمر ساعات العصر هسا بتحكي لنا لساعات الصباح ركز يا أخي ركز هسا بطلع لك ماريو بيقول لك أنت بصر مالك الأعضاء اللي في جسمنا من الآن ولغاية ساعات العصر أنها بطة الساق والكاحل والساق وترى العرقوم عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية طبعا هدولا أكثر حساسية ما لازم نعمل لهم عمليات جراحية بتكون تنتبهوا لهم بشكل كبير من الإصابات أو اللي بشعر بأعراض غير اعتيادية راجع الطبيب بشكل مباشر أما من ساعات العصر وما بعد بصير عندنا القدمين أو القدمان عشان المصححين اللغويين أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية الأندروفين اللي هو الهرمون المسكن للآلام الميلاتونين وهو الهرمون المساعد على النوم هدولة بصير فيهم اضطراب في فترة وجود القمر في برج الحوت فكثير من الأشخاص بصير عندهم عرق أو قلة في النوم وبرضه بشعروا بالآلام أكثر من الشكل الطبيعي أو من الحد الطبيعي بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل ولكن مش في فترة خلو المسار وأيضا مش للعضاء اللي ذكرناها هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن ومثل الجراحة برضو يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ولكنه ما زال لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر طبعا بما أنه موجود في برج الحوت أو رح يستقر في برج الحوت من ساعة العصر خلو المسار القادم رح يبدأ يوم الثلاثة واحد وعشرين ثلاث رح يبدأ في تمام الساعة ثلاثة وسبعة وخمسين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينتش ورح يستمر حتى تمام الساعة أربعة بعد العصر لا يستقر القمر بعدها في برج الحمل أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره ستة وعشرين يوم في تمام الساعة ثنتين وستة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بصير عمره سبعة وعشرين يوم نسبة الإضاءة بتصير خمسة عشر في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وأطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة منتحسة بنسبة خمسة عشر في المية القمر في الدلو وبعدها بده ينتقل للحوت ورح يظل في الحوت لغاية يوم واحد وعشرين ثلاث طبعا سعيد الآن هو بنسبة ثلاثين في المية ساعات منتصف الليل بصير منتحس بنسبة عشرين في المية ولكن في ساعات الصباح برجع سعيد بنسبة خمسة عشر في المية وبيكمل طيلة النهار عطارد في الحوت وبدو ينتقل للحمل زي ما ذكرنا وبنصح كوتو حضر الحلقة لأنه في معلمات مهمة فيها ورح يظل في الحمل لغاية يوم ثلاثة أربعة منتحس بنسبة خمسين في المية لأنه فترة انتقال وأيضا الزوايا اللي بشكلها السلبية ما زالت بتضغط عليه وبتحوله لشكل منتحس الزهرة في الثور حتى يوم حداش أربعة سعيدة بنسبة عشرين في المية الآن في ساعات الظهر بتصير سعيدة بنسبة ثلاثين في المية المريخ في الجوزاء حتى يوم خمسة وعشرين ثلاثة سعيد بنسبة خمستاش في المية المشتري في الحمل حتى يوم ستاش خمسة سعيد بنسبة خمستاش في المية زحل في الحوت حتى يوم سبعتاش ستة سعيد بنسبة خمستاش في المية أرى نصف الثور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23 ثلاث سعيد بنسبة 15% سؤال قبل ما نروح على التوقعات اليومية بدي من كل شخص وصل لهاي النقطة تحديداً أنه يكتب لي تحت الصوت في مشاكل يعني مزعجين من إشي حاد وضخم متردده أي انتقاد أي ملاحظة أي إشي كتبوا ليها عشان نعدل على الإشي اللي بيناسبكم وعشان نعرف وين المشكلة وين عالجها في عيارات اللي بيسمع ملاحظة معينة لها علاقة بالصوت والتسجيل إنه يكتب لي إياها وعشان قلتلكوا هاي الشغلة يلا بنحكي بنحكي ومندردش حطوا اللايك ماشي؟ أو ديسلايك عادي يعني أو اشتركوا أو ما تشتركوش أو يلغوا اشتركوا تقول لكم سووا اللي بدكم إياه المهم يعملوا إشي وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا الفائدة هي من الآن ولغاية ساعات العصر طبعا لساعات الظهر بدنا نخليها عشان خلقوا المسار بتظل تركيزها على الأمور اللي إلها علاقة بالعلاقات الاجتماعية اتصالات حوارات نقاشات دعوة تغيير جوتر فيه مناسبة معينة يعني هاي الأجواء اللي راح تضل مسيطر عليك اليوم وإلك فوائد كثيرة من خلال هاي الأمور بتقدر تستغلها أو تستغل أحد الأصدقاء أو المعارف لإنجاز أمرنا أما من ساعات ما بعد العصر فهون القمر راح يوصل لبيت المتاعد فبتكوا تحذروا خلال اليومين والربع القادمات لأنه راح تدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم وحاولوا انكوا تحذروا من مزاجكم عصبيتكم كلامكم اكتئابكم الأجواء هاي اللي ممكن تسيطر عليكم خلال اليومين هذولة فبتكوا تنتبهوا منها والعصبية أثناء التعامل مع الغير ما تتهوروا برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم التركيز كله راح يضل من الآن ولغاية ساعات الظهر على الأمور اللي إلها علاقة بالعمل وعلاقاتكم بالمسؤولين طبعا اليوم في منكو راح يسمع مديح اطراء يتجاوز بعض الأمور تكريم واحد بترفيع ينجز أعمال مهمة حد يساعده بأمر ما يعني الأجواء ما زالت فيها نوع من أنواع الفوائد بالنسبة لأيكم وخصوصا اللي هي فترة من الصباح لغاية ساعات الظهيرة هاي فترة مميزة جدا على مستوى العمل والعلاقات الاجتماعية أما من ساعات العصر فهنا القمر راح يوصل لبيت الأصدقاء هنا النشاط راح يصير في ساعات العصر وما بعد في مور المناسبات واللقاءات الاجتماعية والاستفادة منها وبرضو العلاقات مع الأصدقاء أو معلومات عن أصدقاء بتتطور الأوضاع بشكل إيجابي جدا فلازم تستغلها برضو برج الجوزة بالنسبة لما وليد برج الجوزة طبعا الأجواء ما زالت ممتازة جدا على مستوى الأمور اللي إلها علاقة يعني بنقدر نحكي أشياء إلها علاقة بالعمل أشياء إلها علاقة بالتنقلات أشياء إلها علاقة بالحوارات بالنقاشات يعني الأجواء بتدعمك بشكل كبير حتى على مستوى السفر حتى على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالتواصل امتحناتك موفقة نقاشاتك حواراتك وتجارتك برضو بتكون مميزة إلى غاية ساعات الظهر ولكن من ساعة العصر وما بعد بتحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل اتواصلوا عملكم اللي بدأتوا فيها من قبل راح تعززوا علاقاتكم الاجتماعية بشكل قوي وممكن يصير فيه عرض أو يعني تلميح لعمل جديد أو مشروع جديد أو فكرة جديدة انت راح تكون سباق لإلها ورح تكون لصالحك وبتنجحوا بالمحافظة على مصالحكم الاجتماعية ولكن بتكون حذروا من الاندفع والتهور يعني راجع كل الأمور مش أني أنا قلتلك يعني الأمور بخير انت بخير بس اللي حواليك هذا أهم شيء برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر موجود في البيت الثامن لغاية ساعة العصر فعشان هيكي بتظل التركيز على الأمور المالية تفتح لكم مجال لمكاسب مالية من عمل مشترك من زوج زوجي بنك ضريبة تامين بتحلوا قضية بنكية يعني الأجواء إيجابية وفي مكاسب مالية أو حل بعض المسائل المالية خلال هذا اليوم بظل في برضو أمور إلها علاقة بالبيت أو العائلة أو العقارات تحديدا برضو بكون فيها فايدة لإلك ممكن تنجل على بيت جديد أو تهتم بصيانة أو تصليحات ترميمات تجديد وهذا الأمر رح يكون ممتع جدا طبعا لغاية ساعات الظهر من ساعات العصر وما بعد هنا الأجواء رح تتغير بشكل قوي جدا والإصالحك بشكل قوي جدا رح تنشطه في مجال الدراسة السفر الاتصالات خصوصا تعاملك مع الأجانب قوة النقاش والحوار بالمسائل الدينية الفلسفية السياسية رح تكون رائعة جدا عندك قدرة إقناعك ممتازة ممكن تهتم بترتيب مسألة بتتعلق بسفر أو بأشخاص خارج البلاد يعني الأجواء حتى على المستوى العاطفي رح تكون مميزة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا هنا الاهتمام رح يكون حول تعزيز شراكاتكم سواء العمل أو العاطفة وبظل العلاقة ما بينك وبين الزوج أو الزوجة فيها نوع من أنواع التمييز وتبادل الأفكار طبعا إذا كانت العلاقة ناجحة إذا كانت العلاقة مش ناجحة انسى الموضوع قولي بجهاز سيبدي قولي وإحنا مش متجوزين شو لا شركاء حتى بالحب شركاء بالعمل أي عمل مشترك كل هذا رح يكون مميز خلال هذا اليوم يعني في كثير من التفاهمات لكن إذا أنت بدك تعصب وتخلق مشاكل فهذا شأنك أنت الأجواء بتدعمك بشكل قوي وبتعزز كثير من الأمور عندك وطاقتك من ساعات الصباح وتبدأ ترتفع بشكل واضح لأنه في ساعات العصر رح يصير التركيز على الأمور المالية فبدأ ترتب أمورك بشكل جاد جدا عشان تحصل من المكاسب اللي ممكن اليوم تحصل عليها أو تبدأ فيها أو بداية مشروع أو فكرة أو حتى حلول مالية أهم إشي إنك تركز بشكل جيد وتعرف إيش أنت بدك بالتحديد برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا القمر نزل موجود ببيت العمل والصحة فعشان هيك اليوم برضو من الآن ولغاية ساعة الظهر بتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها في نوع من أنواع التمييز بعلاقتكم اليوم مع زملائكم أو رؤسائكم بالعمل في بعض موليد برج العذراء ممكن يجيهم رد على عمل جديد أو وظيفة جديدة أو إنجاز بعض الأعمال المهمة بمساعدة بعض الزملاء طبعا الأجواء راح تكون مساعدة بشكل قوي وعندك قدرة على إنجاز كثير من أعمالك وعندك نشاط عالي جدا ولكن أهم إشي إنك تراقب الوضع الصحي رغم أنه ما في أي مخاطر وبالعكس قدرة الاستشفاء عندك راح تكون عالي جدا أما من ساعات ما بعد العصر فهنا التركيز راح يصير على تعزيز العلاقة ما بينكم وبين شركاكم سواء في العمل أو في العاطفة أو مع أحباكم والأجواء ممتازة جدا على مستوى الارتباط أو علاقة جديدة أو تطوير علاقة جديدة لها علاقة بالعاطفة أو المنزل أو العمل فعشان هي تبدأك تستغلها بشكل قوي برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا العاطفة راح تظل قوية عندكم راح يتميلوا للتواصل القوي جدا ما بينكم وبين أحباءكم وتعزيز العلاغة معهم وبرضو فيه نوع من أنواع التجاوب للمصالحة أو لعمل ترفيه أو عمل هيك تغيير جو أو الخروج في فسحة الأجواء داعمة على المستوى العاطفي من الآن ولغاية ساعات الظهر عشان هيك لازم تستغلوها تهتموا بحالكم طاقتكم وحيويتكم ممتازة جدا خلال هذا اليوم بتشعروا برغبات كثيرة اليوم ولكن من ساعات العصر القمر طبعا رح يصير موجود يعني في بيتك السادس هو مش صعب ما رح يكون فيه أي شي صعب ولكنه شوي هيك ممكن تتكاثر عندك الأعمال أو مطلبات العمل أو تنشغل بمسائل أوراق وعملات إشي بتعلق بأحد الزملاء هذا الشي اللي ممكن يسبب لك بعض الإرهاق أو بعض التوتر ولكن إجمالا عندك قدرة على حل المسائل العملية وأيضا على مقاومة مقاومة جسمك للأمراض والتعب رح تكون برضو قوي جدا فعشان ما في أي قلق بالعكس استغلها إذا عندك اجتماعات عمل في ساعات العصر وما بعد فهي لصالحك إن شاء الله برج العقرب بالنسبة بالنسبة للموليد برج العقرب طبعا التركيز رح يضل من الآن ولغاية ساعات الظهر على أمور إلها علاقة بالبيت والعائلة فعشان هيك ممكن يكون فيه تغيير جذري على مسكنكم تصليحات ترميمات مناسبات زيارات قعدات نسوان صباحية أشياء من هذا القبيل أو قروجة مثلا ولكن إجمالا الأجواء فيها كثير من الإيجابية كمشتريات بيت هدايا مناسبة فرحة حدث معين بدخل البهجة على العائلة أو على البيت يعني فيه أشياء مميزة كثير اليوم رح تكون بغاية ساعات الظهر طبعا مش يعني هيك انتهى ودخلنا في حالة سلبية بالعكس من ساعات ما بعد العصر الأجواء رح تتغير باتجاه مغاير للأول الأول كان على داخل البيت الجزء الثاني على مستوى العواطف والحب وهنا بتزداد رغبتكم التقرب والتفاهم مع أحبائكم الحضوض بتساعدكم بشكل كبير وتدعمكم بشكل أكبر على مستوى الحضوض المالية الحلول الحضوض العاطفية التقرب من الأحبة الأبناء حتى حتى المكاسب اللي العلاقة بالتجميل ممتازة جداً ولكن زي ما حكينا ما في داعي للتسرع أهم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً من الآن ولغاية ساعة الظهر بيظل النشاط عالي جداً عندكم بحواراتكم نقاشاتكم اتصالاتكم اللي عنده امتحان برضو اليوم رح يبدع أو عنده مقابلة اليوم طاقتك عالي جداً لهذه الأمور وعندك قدرة على الابتكار والتحليل وسرعة البديهة وإيصال المعلومة أي نقاش بتدخل فيه رح يكون لصالحك كمان رح اليوم تلاحظ أنه كثير عندك اتصالات كثير عندك تنقلات كثير عندك حوارات التزامات قوية وعالية جداً طبعاً هذا على المستوى شو أنت بتعمل في حياتك إذا كان على المستوى التجاري فهو بالتجارة إذا كان على مستوى التسويق ففي التسويق يعني على حسب حقل اختصاصك وراح يكون فيه نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين أحد الإخوة طبعاً في ساعات ما بعد الظهر أو ساعات العصر تحديداً أما بعد العصر بتوقيت جرينيتش وأنا بتلاقي حالك أنه أنت بدك البيت بدك الأجواء البيتية أو تجبر على الأجواء البيتية بسبب حدث أو مناسبة أو أشياء لها علاقة بالبيت أهم إشي أنك حاول أنك تضبط أعصابك ما فيه أي شيء بخوف ولكن تقلبات المزاج عندك ممكن تخليك حد شوي عشان هيك بدك تصيديطر على انفعالاتك خلي الفرحة موجودة واستغلها ادعمها كبرها عشان الأمور تكون ممتازة برج الجدي بالنسبة بالنسبة للموليد برج الجدي طبعا هنا الأمر ما زال القمر موجود في البيت الثاني معناته التركيز على الأمور اللي إله علاقة بالوضع المالي مكاسب مالية صحيح إنها ممكن من عمل إضافي ولكن اليوم بعضك رح يحصل على هدية على دعم على مكافأة على حل مسألة مالية على فكرة لتحصيل بعض المكاسب المالية مشروع أو شيء من هذا القبيل الأجواء ممتازة جدا ولكن حاولوا تخففوا من النفقات أو تتسرعوا بالأمور للنفقات لأنه ركزوا على كيف تجيبوا فلوس مش كيف تصرفوا فلوس أما من ساعات ما بعد العصر فهنا النشاط رح يزيد بالزيادة رح تكثر عندك الاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات ورح يكون فيه نشاط عالي جدا على مستوى أي شيء له علاقة بالنشاط الفكري أو النشاط الاجتماعي أو علاقتك مع الإخوة مع الجيران اللي اهتمام بالسيارات بالتكنولوجيا بالأمور هاي فالأجواء جيدة حتى على مستوى المقابلات واللي هي الاجتماعات اللي لها علاقة بنقاشات عمل رح تكون برضو مميزة برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا هنا النشاط عالي جدا اليوم طاقتكم أفضل حتى من الأيام الماضية سرعة البديهة أقوى حيويتكم وطاقتكم ونفسيتكم تشعروا هيك كأنه فيه شيء أو حمل أو شيء كان مأذيكم بالفترة الماضية واختفى أو فيه هم وراحة اليوم فيه تغيير إيجابي رح يصير في حياتكم أو بداية مرحلة جديدة رح تبدأوا فيها بحياتكم رح تكون لصالحكم أكيد من الآن ولغاية ساعة الظهر من ساعات العصر وما بعد هنا التركيز رح يصير على الوضع المالي مكاسب مالية تفكير في حل مسألة مالية استثمار مالي ممكن تحصل على مكاسب من عمل إضافي مستردات هبات فرص كثيرة حتى أنك تكسب فلوس اليوم فعشان هيك يحاول أنك تتحرك بالاتجاه المرجو عشان أنت تقدر تحصل مكاسبك بشكل جيد لا تفكر بالمصاريف لا تفكر بالتبذير يعني فكر بالجانب أنك أنت كيف تجيب ما بتعرف الأيام الجاية إيش مخبيت لك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بما أن القمر مازال موجود في بيت المتاعب فأنت بتشعر هيك بنوع من أنواع التوتر من الآن ولغاية ساعات الظهر هيك قلق مش عارف شو اللي متعبك طاقتك ضعيفة وسواس شك غيرة عصبية ماذا فلان بصر شو بحكي علي أو شو ماله أو شو عنده في حياته يعني أقل الأمور ممكن أنها تستفزك اليوم أحاول أولا ما فيه إشي بخوف لأنه اليوم عندك طاقة روحانية عالية جدا ومن الآن بلشت ولكن فيه ساعات الصباح بتزيد بشكل قوي جدا بتعطيك دفعها بشكل يعني مميز عشان لما نوصل لساعات العصر القمر بيكون مصل عندك فهنا بتبدأ فترة أفضل بتعدي لكم نشاطكم المفقود مزاجكم بيتحسن بشكل إيجابي لدرجة أنه بتنشط بكثير من الأشياء الحيوية بتصير ممتازة جدا وممكن حتى تسمع كلام ما سمعته إليك فترة إطراء غزل حب أي إشي أي كلام بس الكلام رح يعني يكون وقعه جيد بالنسبة لك فكركوا هاي التوقعات شو بستاه اللايك وهاي الشغلات ولا تسبه علي طبعا يا ريت على حسب اللي أنا حكيته طبعا هاسه اللي بديجي يقول لك لا كل اللي أنت حكيته هذا ما فيش منه يا عمي هاي توقعات بكرة بكرة في الليل تعال وكتب لي رد علي اكتب لي إنه صارت ولا ما صارت لا تحكم عليها قبل ماشي بس أهم شي قبل ما تطلع يعني مش أنا أحكي لك عشان ما تحط الشي اللايك بالعكس انت تحط الكومنت حطه حطه هذا تبعه إنه لا مش مزبوطة تبعتك هاي يلا اللي صبه إن الأمور تحت والله الله يرضى عليكم الله يرضى عليكم والله يا عمي والله بتعب أنا يعني هاي أربعين دقيقة اللي قاعد ببرم أنا يعني والله يعني بستاهل هيك يعني بستاهل ولا ما بستاهل بشرفكو إكتكو تحت هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر